السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بكم في قناتي موما في المطبخ لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب واشتراك للقناة وانفعل زر الجرس عشان يوصلي كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله يلا بينا نسمي ليه ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا البتيهات المورقة الجميلة بتيه صغير كده ميني بتيه وجميل جدا ان شاء الله تقومي تعملي الوصفة على طول ويكون عندك المقادير متوفرة يلا بينا نشوف المقادير كانت ايه ربع كيلو دقيق تلات معالق زيت معلقة صغيرة من الخميرة الفورية كباية صغيرة من المية الضفية وبيضة بدربة حرارة الغرفة ورشة ملح ومعاية معلقة كبيرة من السكر ومعلقة خل هنقول تاني المقادير مع بعضينا ربع كيلو دقيق يعني كبايتين من الدقيق بداية درجة حرارة الغرفة ومعاية سبعة جرام من الخميرة يعني معلقة مش مليانة خميرة يعني ممسوحة ومعلقة كبيرة من السكر بمقام خمسة وعشرين جرام من السكر ومعاية مية كباية صغيرة من المية دبعا ده حسب نوع الدقيق برضو بتاعك انا الدقيق معاية بستخدمه اللي هو دوبيلا او الخمس نجون تمام اللي هو متعدد الاستخدامات هنحط بقا المية زي ما بقولك مية وعشرين جرام خد معاية مية وعشرين جرام من المية اللي هو ربع كيلو دقيق تمام هحط بقا رشة الملح وهقوم حط عليه على طول الدقيق برضو هنحتاج في الوصفة معنا زبدة بدرجة حرارة الغرفة لان انا كنت احطاها في الثلاجة طلعتها شوية بس مكادش فكت قوي يعني عشان تتفرد معايك بسهول على عجيب مقدارها الدقيق مقدارها ستين جرام يعني معلقة كبيرة او معلقة يعني ايه مليانة كده شوية تمام دي هعمل بيها ايه هبنت بيها العجينة هفرت بيها العجينة لو عايزة تحطيها على العجينة بعد ما تلميها خالص زي بالشكل دو تلمتها بعد ما تلميها حطي عليها الزبدة بس يكون طبعا بدرجة حرارة الغرفة وتقوم يمقل بيها او هقاملي زي ما انا عملت هيخليه مورق قوي وبيديني نتيجة ممتازة دلوقتي بقا انا بعد ما لميت العجين بالشكل دو هشتغل فيه على طول مش هسيبه هو عجينة ملزقة كده شوية تمام حطيت بقا مفرش العجين ورشيت دي من تحت ودي من فوق وابتديت افرد بكل سهولة هفردها وهحط فيها الزبدة هفرد عليها الزبدة وبعد كده هقفلها اكتر من مرتين تلاتة كده علشان يأمل توريق معي بس بتقاش ترتاح احنا هنسيبه يخمر بس بعد ما نعمل بعد ما نقطعوه ونشكلوه هنخليها تعد شوية تخمر تمام عندك بقى اي نوع من الجبنة لو عند الجبنة اللي هي البراميلي او جبنة تلاجاجي اي نوع جبنة عندك بيضة بس تقدري تحطيه لو عايز برضو الجبنة التوركي ماشي بيضة بتبقى حلوة برضو بالجبنة التوركي اللي هي الجبنة الرومي تمام كده الوقت انا هفرد الزبدة اي نوع زبدة عندك انا دي مستخدمة الزبدة فرن لو انت عندك اي نوع زبدة تاني تمام هفردها على قد ما تقدري يعني افرديها هي كده كده انت هتيجي تبروميها بعد كده في العجيم فهتتساوي الامور يعني لان هنبنطها مرة كمان لو وصلت معي الهنة ما تنسيش بقى معي ذكر الله الله هو اكبر والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى قلي واصحابه اجمعين اللهم امين هنا قفلت العجينة تاني عشان ابرنتها من اول وجدين يعني افردها كده واطبقها على اربع زي ظرف وارجع افردها من اول وجدين اكرر العملية اكتر من مرة زي عجينة الكروسون بالزبط كده تمام هتفرديها هترجع تقفليها ظرف تاني وهترجع تفرديها تاني مرة كمان الموضوع مش متعب يا جماعة والله ما خدتش في ايجي نص ساعة كنت خلصتها وبعد كده حطتها تخمر نص ساعة وبعد كده شغلت عليها الفرن التسوية ما بتاخدش وقت كتير هي دوب تلت ساعة تحمر معاكي ما تطوليش عليها بس التسوية مهمة جدا هتشوفيني هعمل ايه في التسوية خليكي معايا للاخر عشان تعرفي انا بسويها ازاي تمام التسوية بتفرق جامد جدا مع البتيهات والكروسونات والحاجات دي لان لو انت عملتيها كده على طول بتنشف شوية ما بتقعدش معاكي مدة طويلة في قلب البيت يعني انت لو عملتيها هتقعد معاكي يومين تلاتة ما فيش مشكلة بعد التخمير اللي احنا هنعملوه وبعد التسوية العجيم بطريقة صحية تمام هنفرد كده بالشكل دوت من جميع الجهات وبعد كده هبتدي احط الجبنة فيها بعد ما اطبقها كمان تاني مرة هارجع افردها اخر مرة وهحط فيها الجبنة اي نوع بقى الجبنة عندك جبنة توركي جبنة رومي زي ما قلتلك جبنة بيضة اي حاجة لو حابة تحطي في الجبنة زاتون لو حابة تحطي في الجبنة حبة البركة او شوية زعتر الحاجات دي بتدي طعم وريحة للعجينة خطيرة خطيرة بجد الولاد بيحبوا الحاجات دي عمليها لهم فطورة بقى عمليها لهم مثلا في رمضان كده هوت صحورة حلوة خفيفة بربع كيلو تقدر انت تزودي المقادير تزوديها لو تضع في الكمية وتزودي المقادير لو انت حابة اكتر من كده تقدري برضو تعمليها لهم في المدارس تقدري تعمليها في اي وقت في الرحلات في المدارس طعمها جميل جدا جدا وخفيفة وصغيرة وبتتاكل كده تقدري تاكل منها قد عشر وحدات في القاعدة كده ما تحسيش مع كوباية شاي كده والدنيا بتبقى زي الفل شايفيني فردتها ازاي هحط بقى الجبنة دي كانت عندي جبنة بيضة على الجبنة اسطنبولي حطيتها على بعض بتدي طعم حلو برضو لو انت عايزة تحطي برضو فيها بقى دونس لو انت عايزة تحطي فيها ايه 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 تاني نعناع نعناع اللي هو الناجف تقدري تغير تعمل الجبنة تعمل حشوة يعني زي ما تحبي تمام? هنرول لها بالشكل ده. هنقفلها كويس. يعني رولتين لفتين بس علشان انا عايزها ميني باتين. تمام? هيبقى مورق وهيبقى معانا شكله طحفة زي ما شايفينه كنتوا في الصور كده. ان شاء الله يطلع معاك ويحسن ما بين ايديك يا اللهم امين يحسن ما بين ايدينا و ايديك. هيطلع احسن من ما عملته. بازن الله. بس امشي على المقادير و امشي على الطريقة كده بالزبط كده. هتبص تلاقي ايه? الحاجة معاك زي الفل. قفلته. وطبقته كويس كده هو. تخليته ايه? روليته كويس. وهعمل برضو نفس اللي عملته في الجزء الاولاني. هكرره تاني. هحط برضو الجبنة. وبعد كده هروله بالراحة. تعامل مع العجين بالراحة خالص. تمام? هقفلها. برضو رول. بالنسبة لبقى للصينية او الصاج اللي هتعملي فيه. تدهينيه بحتة زبدة او معلقة. يعني مسحة كده هو بسيطة من الزيت او السمنة او الزبدة. بحيث ان هي ايه? اه تربط معايا القفلة بتاعت البتهية. وما تفتحش مني في قلب الفرن او تتعوج شكلها. ايه شكلها يتغير يعني. تمام? بالنسبة لبردو اهو بالشكل ده. بالنسبة لبردو لله للتسوية كنت قلتلكم قبل كده لازم التسوية اه في المعجنات. بالذات تحطي آآ ثانية فيها مياه سخنة تحت الصاج اللي انتي هتعملي فيه هتسوي فيه البتيه. تمام? الميني بتيه. الميني بتيه طعم حلو قوي. وبعدين آآ لما بتعملي المياه السخنة دي ده اساس التسوية في المعجنات. لان انتي ما عندكيش الفرن اللي بتعمل فيه اللي اللي عند بتوعه الافران. لكن احنا بنقدر نعمل التسوية دي عشان آآ ناخد النتيجة اللي بتشوفيها في الافران. تمام? شايفيني شكله جميل ازاي? كده انا سبته خمر نص ساعة آآ وبعد كده هجيب آآ نص معلقة من آآ القهوة سريعة الدوابان عليهم معلقة من الخل عليهم آآ ربع كوباية من الحليب اللي هو اللبن اللي بتهم كويس وهرش بيهم الوش لو انتي مش عايزة كده آآ حطي آآ بضايا عليها شوية فانيليا عليها شوية لبن او ميا ورجيهم آآ ورجيهم برضو في زي زي كده بس صفيهم علشان آآ آآ هتصد معاكي البخاخة بتاعتك هتتسد تمام ورجيت عليهم بقى آآ حبة البركة وسمسم لو عايزة اكتفي بحبة البركة بس لو عايزة اكتفي بسمسم بس ماشي او عايزة هحط يا زعتر ماشي شوفتيني طبعا وانا بقولك على الميا لازم تحط تحتها علشان التسوية تبقى زي الافرام بالزبط قعدت بالزبط من ربع ساعة لتلت ساعة لحسب فرنك اول موشها يحمر ما تزوديش عليها اكتر من كده طلعتها حاسبها بقى تبرد وبعد كده هحتفز بيها في علبة هيكون كده تمام عشان تحتفز بالتريان بتاعها وبالنعومة بتاعتها شايفين شايفين الورقات توريق وتحفة تحفة والتسوية كانت تحفة بجد لازم تجربيها وتقولي لي رأيك فيها كان ايه في الكومنتات وليلي بقى ايه كومنتات حلوة كده هوا تشجعني وهاسيبلك برضو كل المقادير في صندوق الوظف عشان ما يبقاش فيها اي لغبطة بالكوباية وبالا او بالجرامات ان شاء الله شايفين الجمان روعة لازم تجربوه سهل وبسيط وجميل والله تحفة تحفة هيعجب الاولاد جدا جدا لو صلتي معايا الهينا بقى ما اشتراك في القناة اشتراك في فيديو جديد من فيديوهاتي ان شاء الله بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته